شهدت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطة في قرية دمرو التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية توقيع الكشف الطبية على 1286 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان كما شهدت القافلة مشاركة تقلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة لزراعتها بقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة بالإضافة إلى توزيع عدد 250 كتابا للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقرية إلى جانب تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحو أمية 65 مواطن وبالإضافة إلى محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ترجمة نانسي قنقر